إمكانيات زراعية كبيرة ببلدية الجرانم جوغا حيث يعمل منذ صباح عبد الرحمن على تهيئة وتنقية مزرعتهم مع السعي لإنقاذ ما يمكن من منتجات زرعت على أمل ضمان التموين الأسري الكبير كما تشوفوا هنا الكمح والشعير والفارينة والباطاطة والبصلة نطلبوا من الدولة تعطينا نهار واحد من السمانة بها نسجي ومزرعات نتعنا على امتداد حواف سد بن هارون قرابة 3000 هكتار تم استغلالها سواء بشكل مباشر أو عن طريق التأجير وأثمرت إيجابا بحبوبها من قمح وشعير وغيرهما لكنه مستوى قليل مع القدرات المميزة لطبيعة الأرض التي تتميز بالجودة والمنتوج ذي النوعية الأراضي الفلاحية تقع بجوار سد بن هارون إلا أن الفلاح القرارمي يعاني معاناة كبيرة من رخص الاستغلال من أجل السقي الإيرغاسيون من البارج هذا وبهذه المناسبة نبلغ النداء نسعنا إلى السيد وزير الفلاحة وزير ري بمنح رخص استثنائية ويرى مختصون بأن التشبع المائي في سنوات الوفرة من شأن معالجته بمحيط سقين ضمن الأطر القانونية سيسهم في الرفع من القدرات الإنتاجية الحالية للزراعات الاستراتيجية أمام الرغبة الملحة لفلاحية المنطقة للمساهمة الفاعلة